كرة يتعامل إزاي في القصة دي هو أعتقد يعني أنه هيبقى في حل مش هيبقى في صدام أكتر من أنه في قرار واعتراض وربما بقى عودة عن القرار أو إقناع للأندية أو جدولة أو أي حاجة لكن أحد رؤساء الأندية ويعني اعذروني مش هينفع أقول مين هو بعث لنا بوست كتبه المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد الحالي حينما كان خارج الاتحاد يعني في عهد اللجنة الخماسية كان بيهاجم فيها الموقف بتاع أنه ليل الاتحاد ما يتحملش التكلفة كتبه على الفيسبوك سوقتها كان بتاريخ هنستعرضها الآن على الشاشة بشهر يونيو الماضي وهو بيتكلم على أنه تصريح لأستاذ وريد العطار المدير التنفيذي للاتحاد وقتها وحاليا لما كان قال أن الدولة تتحمل تكاليف كل مساحات كورونا لكل درجات الدوري وليس الدوري الممتاز فقط فرد المهندس أحمد مجاهد بتاريخ 21 يونيو وقت ما الدوري كان واقف قال أنه إذا كان هذا التصريح صحيحا فلماذا تتحمل الدولة تكلفة المساحات لللاعبين والأندية رغم قدرة هؤلاء أو حتى الاتحاد على تحملها وهذه التكاليف لا تذكر مقارنة بمصروفات المعسكرات والانتقالات والمرتبات والمكافآت وعقود اللاعبين فالمواطن العادي الأولى بهذه الرعاية فهو ضمن انتقاده للقرار بتاع الاتحاد السابق قال أن القصة ممكن الأندية تتحملها أو حتى الاتحاد فبالتالي رئيس النادي ده بيقولنا أنه شفته ما هو ده كلام أحمد مجاهد اللي مش رئيس الاتحاد ودلوقتي ده قرار أحمد مجاهد رئيس الاتحاد سألنا الموانس أحمد مجاهد من جانبي فقال أنه والله أنا بنفذ ليحة وده لوائحة بعتت للأندية كلها والأندية وفقت عليها فبعت لنا الليحة اللي احنا أصلا معنا لكنه قال لنا أهو دي الليحة فالليحة كانت فيها القصة بتاعة اللي هي قدام حضراتكم على الشاشة إنه يقوم النادي بعمل التحاليل اللازمة الخاصة كوفيد 19 لكل من اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية بالفريق في أحد المراكز الطبية المعتمدة من خلال المعامل المعتمدة من اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم شرطة ويتحمل النادي جميع التكاليف الخاصة بالتحاليل فرد قال إنه أهو دي شروط المسابقة وأنا مش بازيع حاجة من عندي مش بقلب حاجة من عندي وأنا قبل ما استلم وكده كده عندي لجان تفتيش ولازم أتخذ إجراءاتي القانونية وكون إن الوزارة تتحمل ده شأنها ولا اعتراض بالمرة على ذلك لو الوزارة عايزة تتحمل ما عنديش مشكلة لكن أنا مطبق ليحة اتبعتت للأندية وشروط مسابقة وهتحاسب لو غيرتها وأنا اللي دفعت بعد ما كنت قايل والأندية موافقة أنها مش تدفع قال إن الوزارة تحملت خمسة مليون جنيه قيمة جزء من المستحقات فيريد بقى الأندية تنفذ قرارها فده ما قاله قبل وده ما قرره الآن تبقى للأيحة وده موقف الأندية فهنشوف هيوصل لفين على أي حال